صباح الخير ونستهل النشرة بالعنوين في إنجاز جديد ستة أسرى فلسطينيين ينجحون في التحرر من سجن جلبوع ومصادر إسرائيلية تقر هذا الحدث يعكس سلسلة أخفاقات خطرة ترحيب فلسطيني واسع بتحرر الأسرى والجهاد الإسلامي تقول للميادين هو عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية طالبان تعلن الاستلاء على وادي بنشير وتعرض مشاهد لسيطراتها على المطار والمعارضة تنفي السيطرة الكاملة وتؤكد أن المعارك مستمرة كتائب حزب الله العراق تتاهم المخابرات السعودية والإماراتية بإدارة عناصر داعش والبشمرقا بالتسهيل حركة الإرهابيين في كاركوك ونينوى إجراءات تطبيق اتفاق درع البلد القاضي بخروج المسلحين ودخول الجيش السوري إلى المنطقة تبدأ اليوم لم يمضي أسبوعان على الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على السلك الفاصل الحدودي في قطاع غزة حتى حقق الفلسطينيون إنجازا آخر من خلال نجاح ستة أسرى في التحرر من سجن جلبوع قرب بلدة بيسان وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن الأسرى استطاعوا التحرر عند الرابع من فجر اليوم عبر طريق نفق حفروه فيما شرعت قوات الاحتلال في عمليات بحث واسعة عنهم بمشاركة طائرات مروحية ومسيرة وذكرت أن من بين الأسرى خمسة ينتمون إلى حركة الجهد الإسلامي فيما ينتمي السادس إلى حركة فتح هذا وقد عرض الإعلام الإسرائيلي مشاهد للنفق الذي نجح الأسرى في تحرير أنفسهم عبره وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي افتالي بانت ما حصل بالحدث الخطير الذي يتطلب جهودا متعددة المستويات لقوات الأمن وكان الإعلام الإسرائيلي قد نقل عن مصدر وصفه بالرفيع المستوى قوله إن هروب الأسرى من السجن يعكس سلسلة من الأخفاقات الخطرة وقال إن ما حصل هو فشل مدون لكل الوزرات والأجهزة الأمنية من وزارة الأمن الداخلي إلى شعبة الاستخبارات العسكرية إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية لأن الحفرة استمر أكثر من ثمانية أشهر من دون أن يكتشف أحد أي شيء وفور شيوع خبر تحرر الأسرى خرجت مسيرات فرح عفوية في العديد من مناطق القطاع والضفة ومن بينها جنين هذا قد لقي إنجاز الأسرى ترحيبا فلسطينيا واسعا وقالت مصادر في الجهاد الإسلامي للميادين أن هذا الإنجاز عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة في المنظمة الأمنية والجيش والنظام في الكيان الإسرائيلي مضيفة أن تزامن العملية مع الضربة القوية التي تعرض لها الاحتلال منذ أسبوعين على السلك الفاصل مع غزة سيعمق الفشل والعجز الإسرائيلي وأكدت الحركة أن القوة والإرهاب الصهيونيين لا يفلحا في كسر الإرادة الفلسطينية ولا يجهضا سعياء هذا الشعب نحو الحرية إلى ذلك أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهر الأخرس للميادين أن الأسرى الذين نجحوا في التحرر من سجن جلبوع كانت لديهم محاولات سابقة مشيرا إلى أنهم بنجاحهم استطاعوا دوس الأمن الإسرائيلي أنا أعتمعهم هذه الشخصيات وكل الأسرى الذين هربوا كنت عائشت معهم عدة سنين في هذه السجون وفي نفس هذه الغرب دائما التفكير كيف سيتخلصون من هذا السجن حاولوا عدة مرات الهروب ولكن كانت تفشل في آخر لحظة ولم يقدر الاحتلال حتى أن يعرف منهم أنهم حاولوا الهروب ومن مدة قصيرة فقط من ثلاث سنوات هم خرجوا من العزل الشديد ووضعهم في سجن جلبوع المشدد الحراسة الذي لا يمكن لإنسان التخيل أن يقدر عن الخلوب منه هناك طبقات حديد شديدة وهناك فولاد مقوى لا تقترب له أي مادة إلا أن ذكاء هؤلاء تمكنوا من خرق هذه التحصينات الصهيونية والنجاة والدوس على الأمن الإسرائيلي بدورها حركة حماس شادت بإنجاز الأسرى رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية الناطق باسم حركة حماس فوز برهوم شدد على أن هذا عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال وتحدي حقيقي للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم وأكد أن هذا الانتصار الكبير يثبت أن إرادة وعزيمة الفدائي والمقاوم والمجاهد لا يمكن أن تقرى وتهزم مهما كانت التحديات وأن العدو لم ولي ينتصر أبدا مهما امتلك من الإمكانات وأسباب القوة بدورها أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن تحرر الأسرى من سجن جلبوع وهو نصر كبير يعبر عن الإرادة والعزيمة لدى الأبطال الفلسطينيين وقالت الحركة أن هذا التحرر المبارك يحمل بشرى التحرير القادم للأسرى الآخرين كافة بضيفة أن هذا النصر يفضح مزعيم العدو الصهيوني حول قوته وقدراته الأمنية والاستخبارية وشددت الحركة على أن الفشل والسقوط سيكونان عنوان المرحلة القادمة للقيادة التي تحكم الكيانة الإسرائيلي الذي بات زواله قريبا وينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر صباح الخير إذن نبدأ من أي معلومات جديدة قد تكون توفرت حول عملية التحرر من خلال الهروب التي حصلت فجر اليوم من سجن جلبوه هل توفرت أي معلومات جديدة؟ وضح تماما أحمد بأن العملية الميكانيكية انتهت بمعنى خرجوا من الأسر حرروا أنفسهم خرجوا من دوائر الأمنية كل المحيطة دوائر السجن دوائر خارج السجن دوائر الأمن في المستوطنات دوائر الحواجز العسكرية بين المدن الفلسطينية وأنهم وصلوا إلى غايتهم التي لا يعرفها أحد اثنين أن إسرائيل الآن انتقلت من الملاحقة إلى العملية الاستخبارية وأن كانت مروحيات وأن كانت الجيش بميهات الوسائل الاستخبارية ما بين كلاب وجواسيس ومتابع ومراقبة التليفونات وإغلاق البناطق الفلسطينية حواجز بين كل هذا موجود الآن لكن مواضح أن الآن العملية استخبارية ينتظر الأمن الإسرائيلي أي حركة أي خطأ من الأسرى الذين حرروا أنفسهم أي اتصال هاتفي أي كشف لأنفسهم لتبدأ ملاحقة القتل لذلك طالما أن الأسرى صامتون طالما أن الأسرى بعيدون عن أجهزة الإنذار الأمنية للاحتلال فهم في أمان والتفاعل الاجتماعي والإعلامي مستمر في إسرائيل يدعو تحرانوت اخترت عنوان رموز الانتفاضة حرروا أنفسهم وهذا مهم وخطير في مفهوم كبرى صعف العبرية الإسرائيلية فعلا كما قال الضيف بألا سير المناضل عبد الرحمن الشهاب قبل قليل هؤلاء رموز الانتفاضة وليسوا مجرد أسرة نحن نتحدث عن نخبة النخبة في المجتمع الفلسطيني وفي المقاومة الفلسطينية أسماء لها وزن ثقيل أسماء لها معنى شقيقان أسير محرر في صفقة شليط وقائد كتائب شهداء الأقصى بلا منازل زكريا الزبيدي وطبعا هؤلاء نخبة من الجهاد الإسلامي الآن العملية استخبارية كما في ملاحقات سابقة نقول إعلاميا طالما أن الأسرة لذين حرروا أنفسهم لم يتصلوا ولم يستخدموا التواصل الاجتماعي أو الآتف ابتعدوا عن دوائر الاستخبارات الإسرائيلية هم في أمان الاحتلال سنتظر خطأ وطبعا هذا موضوع الآن داخلي مناكفات سياسية بين نتنيه نفتالبين التحميل المسؤولية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وموقف الإعلام الفلسطيني حذر لا يسعى لمعرفة أي شيء لأنه أيضا وسال الإعلام الفلسطينية تكون تحت الرقابة بالذات أي اتصال ما بين غزة والضفة الغربية هو مراقب بسنترال تجسسي كامل لا يوجد أي اتصال أي طريقة بالتواصل الاجتماعي بين غزة والضفة إلا يخضع لفلترات المخابرات الإسرائيلية نحن أمام مشهد تماما لكل استعمار كابل خاص به كما كانت أمريكا لديها كابل في أفغانستان جنبوع يتحول سقوط جنبوع بهذه الطريقة المهينة للأمن الإسرائيلي والقول لموقع والله والقول لوسال الإعلام الإسرائيلية هو فعلا إهانة للأمن الإسرائيلي التفاصيل أحمد سأختصر كثيرا فإسرائيل اليوم تقول هذا فشل أمني قومي بالنسبة لإسرائيل والحواجز بالذات على جنين جنين جراد كما وصف ياسر عرفات جنين التي كل يوم تفاجئ الشعب الفلسطيني ببطلات أكثر وأكثر ناصر لو سمحت ابقى معنا سينضم إلينا الآن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من غزة سيد أحمد لمدلل سيد أحمد صباح الغير أهلا بك معنا في هذه النشرة إذن هذه العملية البطولية اليوم التي نفذها الأسرة عبر تحررهم من سجن جلبوع بداية ماذا تقولون عن هذه العملية وما عن ما أنجزه الأسرة فجر اليوم صباح الإرادة صباح الحرية صباح العزة لفلسطين صباح البطولة صباح إلى أهلنا في الطفقة الغربية وإلى مقاومتنا بجزة صباح إليكم جميعا يا من تقفون اليوم على صغر من سجور المقاومة وأنتم تدعمون المقاومة في كل لحظة من لحظات حياتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى شك أن هذا اليوم السادس من سبتمبر عام 2021 سيكون يوما مميزا في تاريخ الثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وفي تاريخ الإرادة الفلسطينية عندما يستطيع هؤلاء الأبطال أن يحفروا نفقا للعبور نحو الحرية هؤلاء الأبطال مناضر في عاد محمد عارضة زكريا لزبيدي محمود عارضة يعقوب قدري أيهم كمامجي هؤلاء اليوم هم أقمار فلسطين الستة الذين يؤكدون بأن معركة الفلسطيني حتى وهو داخل الزلازين وداخل أقمية التحقيق وداخل السجون الصهيونية أن الفلسطيني في معركة مستمرة مع العدو الصهيوني وأن العدو الصهيوني مهما استخدم من أدوات بطش ومن أدوات التعديد ضد هؤلاء الأسرة وهم يعذبون منذ عشرات السنين محمود عارضة معتقل منذ عام 1993 وإلى هذه اللحظة اليوم أكد بي أن همة المقاتل لا تزال هي التي تتحرك وتشتعل في قلوب هؤلاء الأبطال نعم هؤلاء قد حددوا معالم المعركة اليوم وهم يحفرون نفق العبور نحو الحرية ليؤكدوا بأن معركتهم لم تتوقف أبدا هم الذين حددوا بداية هذه المعركة من بداية حفلهم لهذا النفق وهم الذين يحددون نهاية هذه المعركة وهي الانتصار على العدو الصيوني أو الشهادة سيد أحمد كيف تفسرون أنه برغم كل الإجراءات الأمنية وهذا السجن سجن جلبوع يعرف أنه من الأكثر تحصينا والأشد حراسة تمكنوا برغم كل هذه الإجراءات من حفر هذا النفق والتحرر والهرب من هذا السجن حركة الجهاد الإسلامي تقول أن هذا العمل سيحدث هزة شديدة للموظومة الأمنية الإسرائيلية ماذا تعني الحركة بهذه الهزة كيف ستترجم في المرحلة المقبلة برأيكم هذا الكلام وهذا ما أكدته المقاومة اللبنانية وأكدته المقاومة الفلسطينية في غزة وأكدتها حالة الاشتبات المستمر في بيته وبينتج والشيخ جراع وكل محطات الاشتبات في الضفاء الغربية اليوم تأكد للجميع مدى هشاشة المنظومة أسكرية ومنظومة الأمنية التي يمتلكها هذا العدو الصهيوني وإنما تغطرس هذا العدو واستقوى عندما ضعف البعض منا وعندما حدثت هذه الهرولة نحو العدو الصيوني بالتطبيع المذل الذي أرادوا من خلاله أن يجعلوا من هذا العدو كيانا طبيعيا في قلب أماتنا لكن تأتي المقاومة الفلسطينية وقد أكد هؤلاء الأبطال الستة بأن هذا العدو يمكن أن نهزمه وأن هذا العدو مهما استخدم من أدوات بطشه لا يمكن أن يكثر إرادة الفلسطيني حتى وهو أسير داخل السجون الصيونية تأكد للجميع مدى الضعف والهشاشة التي تعيشها هذه المنظومة العسكرية والأمنية للعدو الصيوني كما أن العدو الصيوني أيضا يعيش حالة إرباك سياسي بهذا الضعف بالإتلاف الحاكم الذي يزعمه هذا المنجون المتطرد لذا العدو الصيوني اليوم يعيش أسوأ مراحل تواجده على أرض فلسطين أسوأ مراحل احتلاله لأرض فلسطين اليوم ويعلم هذا العدو جيدا لأنه لن يستطيع أن يهزم الفلسطيني حرا كان أو أثيرا لذا هؤلاء الأبطال يؤكدون أن معركة الاشتباك مع العدو الصيوني مستمرة ونن تتوقف أبدا إلا بزوار الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة سيد أحمد خمسة أسرى من الذين نجحوا في الهروب ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي كيف تتوقعون أن ترد قوات الاحتلال على هذه العملية اليوم ما هي الأجراءات التي يمكن أن تتخذها بحق الأسرى ربما في المرحلة المقبلة لازلت المرة الأولى التي ينفذ فيها أبطال الجهاد الإسلامي عملية العبور نحو الحرية لا ننسى أولئك أبطال معركة الشعية محمد الجمال وزيد قريقع وسامي وغيء والإخوة الآخرين معهم أولئك الأبطال الخمسة الذين نفذوا عملية الهروب الكبير من سجن غزة المركز ما كان يحتل مطاع غزة العدو الصيوني بالرغم أنه كان من أقوى السجون المحاطة بكل التحسينات الأمنية والسجنية وغيرها إلا أنهم استطاعوا أن يحفروا نفق الحرية بآياتهم اليوم هؤلاء الأبطال الستة وخمسة منهم من الجهاد الإسلامي ومعهم البطن زكريا للبيدي يعيدون الكرة من جديد على هذا العدو الصيوني مهما فكر هذا العدو الصيوني من الرد على عركة الجهاد الإسلامي وعلى حركات المقاومة إن تهديداته لن تضيرنا شيئا ومن يستطيع أن يكسر إراقة الجهاد الإسلامي ولا المقاومة الفلسطينية تهديداته إنما هي فقاعات في الهواء لن تؤثر على المقاومة ولا على الجهاد الإسلامي ولن تكسر إرادة الجهاد الإسلامي وأبطال الجهاد الإسلامي وأبطال شعبنا جميع سيد أحمد قبل نحو أسبوعين إصابة قناص إسرائيلي برصاصة فلسطينية من مسافة صفر واليوم الأسرى الفلسطينيون ينجحون بالتحرر وحفر نفق والهروب من خلاله من سجن جلبوع هل بتنا أمام مرحلة تستمر فيها الإنجازات إنجازات المقاومة الفلسطينية هذه المعلاكة المتكاملة غاية منفصلة مقاومة غزة ومقاومة الطفل هذا المرطل الذي جسر المنظومة العسكرية الصيونية من خلال الاشتباك على حدود على نفسك الزائل بيننا وبين عربينا في 48 وأكد بأن هذا العدو عدو ضعيف ويمكن أن نكسره وأن نزيله عن أرضنا الطفة الغربية اليوم تعيش حالة اشتباك ونحن دائما نؤكد لأن محط الاشتباك الحقيقي إنما هو الطفة الغربية لذا كان نداؤنا ودعوتنا إلى أهلنا من الطفة الغربية أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولا يمكن أن نبحره عن طفتنا إلا بنفس الأسطوب وبنفس النهج وبنفس السلاح الذي استطاعت قومة الفلسطينية والأبطال مجاهدون الفلسطينيون في قطاع غزة أن يبحروا شارون بلدوذر إسرائيل هذا الذي يعتبر أقوى ملوك إسرائيل في العصر الحديث إلا أنه لم يستطع أن يتحمل كلفة جيشه الصهيوني في قطاع غزة المتنفذ من كل أنواع الأسجاح لذا هذه التكلفة يجب أن يعيش العدو الصهيوني في الضطفة الغربية لا يمكن أن نضحره من الدفدنا ومن القطر من كل فلسطين إلا بمقاومتنا واشتباك للمستمر مع هذا العدو لأنه لا يستطيع أن يتحمل ضربات المقاومة كما ذهرت المقاومة اللبنانية من جنوب لبنان شكرا جزيلا لك سيد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي كنت معنا من غزة وأيضا ينضم إلينا من غزة مراسل ميادين أحمد غانم أحمد مرحبا هل معلومات جديدة توفرت حول هذا الإنجاز اليوم للأسراء الفلسطينيين هل هناك ردود فعل جديدة تصريحات جديدة في غزة أحمد دعني أبدأ من الشارع الآن تحولت الوقفة التضامنية مع الأسيرة إسراء الجعبيس أمام مقر صليب الأحمر إلى مهرجان احتفالي ابتهاجا بعملية تحرر الأسرة الستة من سجن جلبوع أعتذر في الداخل الفلسطيني المحتل هناك المشاركون في هذا المهرجان بدأوا بترديد تكبيرات تكبيرات العيد احتفاء بهذا الانتصار وتحولت الفعلية التضامنية مع إسراء الجعبيس إلى أوسع مهرجان تضامنية الآن أيضا يجري عمليا في الشارع ابتهاجا بهذا الفرح عملية توزيع حلوة على أهم المفترقات الرئيسية في قطاع غزة ستصل خلال الدقائق القادمة هناك فرحة كبيرة وعارمة في مدينة غزة وأيضا في كل مناطق القطاع في رفح هناك دعوات من حركة الجهد الإسلامي إلى الحركة النسائية سيخرجون إلى أهم المفترقات الرئيسية في رفح لتوزيع حلوة ابتهاجا بهذا الموضوع مفترق السراية واحد من أهم المفترقات الرئيسية في غزة في شارع عمر المختار سيشهد أيضا أوسع عملية احتفال وتوزيع حلوة على المشاركين في هذا الابتهاج على كل حال الفلسطينية لم تتوقف منذ الصباح عن إرسال بياناتها أو تصدير بياناتها التي تؤكد يعني تؤكد أن هذه العملية هي عملية انتصار كبيرة للفلسطينيين وإنما انتصارا للإرادة الفلسطينية وأن كل أشكال الضغط وأن كل أشكال الحصار وأن كل المنظومة الإسرائيلية الأمنية المشددة لن تفلح على الإطلاق في كبح جماح إرادة الأسرى الفلسطينيين اليوم الفصائل تؤكد بأن هذه العملية هي ضربة أمنية للجيش الإسرائيلي ومنظوماته المعقدة الاستخبارية التي تتابع لحظة بلحظة هؤلاء الأسرى في واحد من أكثر السجون أعتذر في واحد من أكثر السجون تحصينا في دولة الكيان يعني الإسرائيلي هناك حالة يعني أيضا هناك حالة من الغليان على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاءا بهذه العملية هاشتاغ نفق الحرية الآن بات منتشرا كالنار في الهشيم هناك صور عمليات يعني عملية التحرر صور النفق الذي يظهر من فوقه جنود إسرائيليون وهم يعني يتابعون هذا النفق كلها يعني كلها انتشرت كالنار في الهشيم إذن هناك فرحة فلسطينية هناك تأكيد من الفصائل الفلسطينية بأنه يعني هذه رسالة بأن حرية الأسرى الفلسطينيين باتت قريبة وأن هذا الدور المتكامل مع دور المقاومة الفلسطينية فيما سعيها إلى تحرير الأسرى بات يؤكد بأن حرية الأسرى باتت أقرب من أي وقت وأن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لقمع الأسرى وترويعهم واحتجازهم في غرف مغلقة وفي خزنات مغلقة لن تفلح في كسريرالتهم وأنهم سيتنشكون عبير الحرية يوما ابقى معنا لو سمحت أحمد نعود من جديد إلى زميل ناصر اللحام ناصر ما هي السيناريوهات المتوقعة على صعيد القرارات الإسرائيلية التي يمكن أن تتخذ بعد هذه العملية البطولية للأسرى الآن ونحن نتحدث وزير الجيش الإسرائيلي بن جانتس يتصل هاتفيا برئيس جهاز الشباق نداف أرقمن ليتشاور في الخطوات وفي نفس الوقت أحمد أمر جانتس بصفته وزير الجيش أمر بتشديد القوات على حدود الأردن وعلى الخط الأخضر هذا يعني أنه إسرائيل تحشى إما انتقال الأسرى الذين حراروا أنفسهم إلى الأردن أو أن يقوموا بالعكس بدل الهروب الهجوم أن يدخلوا إلى داخل إسرائيل وطبعا وضح الفشل الاستخداري في المتابعة بمعنى آخر أن صحافة العمرية تتحدث عن سلسلة إخفاقات أمنية المقصود فيها سلسلة إنجازات أمنية عند الأسرى رغم أنهم أسرى مؤبدات وما أنهم من 96 لم يتصلوا ولم يشاهدوا البشر إلا أنهم واضح مسيطرون وإن كانت هذه أرض مستوطنات فالإعلام العبري يكشف أن المستوطنين وهم قواعد عسكرية تصلوا بالشرطة الإسرائيلية وأبلغوا عن هروب أسرى لكن الشرطة الإسرائيلية استهنت بالأمر وتعاملت مع الأمر على أنه مستحيل والتحقيقات تشير إلى سلسلة فشل إخفاقات أمنية إسرائيلية لم تخطر ببال أحد الآن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحاول التعويض عن هذه الصدمة بملاحقة هجومية لمعرفة رأس غير في الوجهة التي اختارها الأسرى المحررون الذين حرروا أنفسهم كذلك نعم أحمد شكرا جزيلا لك ناصر لحم ودير مكتب الميادين في فلسطين كنت معنا من بيت لحم وأيضا نشكر الزميل أحمد غاني مراسل الميادين في غزة إذن هذا الانجاز يأتي بعد أسبوعين من حادثة إصابة قناص إسرائيلي برصصة فلسطينية قاتلة ومازالت تتفاعل هذه الحادثة وتطغى على النقاش الإسرائيلي العام نقاش أرغم رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الأركان على التصدي لموجة الانتقادات القاسية التي وجهت لقادة الجيش هيثم عباني من حادثة تكتيكية إلى قضية متعددة الأبعاد تشغل الرأي العام تحولت حادثة مقتل الجندي الإسرائيلي بارئيل شاموئيل برصاص مقاوم فلسطيني من مسافة صفر عند الجدار الحدودي شمالية قطاع غزة قبل نحو أسبوعين السجال حول الحادثة الموثقة سرعان ما خرج عن إطاره الميداني والعسكري ودخل بازار الصراع السياسي بين الإئتلاف والمعارضة فالجيش الإسرائيلي يشخصون حملة سياسية تدور على ظهر العائلة الثكلة التحقيق ينفي أيضا ما قيل على وسائل التواصل الاجتماعي ويثبت أنه لم توجد ثغارات في أوامر فتح النار للجيش الإسرائيلي في غزة الحادثة بما حملته من دلالات أثارت أسئلة قاسية تتعلق بجوانب أوسع من الحدث نفسه الأخطر بينها برأي مراقبين إضعاف الثقة بالجيش وزعزعة المنع القومية يعربون في الجيش عن قلق عميك من الهجوم الجماهيري على قادة الجندي بار إليش مؤيلي الخشية أن الأمر يشكل خطرا على المؤسسة العسكرية وينتج حاجزا بين الجنود والقادة وفي نهاية الأمر يمكن أن يزعزع الحصانة القومية عندما نسمع نداءات لقائد اللواء ولقائد المنطقة أن يستقيله فمن سيدير الجيش ومن سيسير أمام الجنود ومن يأخذهم إلى المعركة ومن ينتصر في حروبنا موجة الانتقادات التي وجهت لقادة الجيش على خلفية مقتل الجندي أرغمت رئيس الأركان أفيف كوخافي على التصدي بنفسه للانتقادات وإصدار رسالة دعم للجيش وقادته تلاه رئيس الحكومة نيفتاليبنت الذي قال إن هذه الانتقادات تضر بقدرة صمودنا وهذا أمر غير مناسب إضافة إلى معلقين انضموا إلى حملة مضادة وفيما وصف معلقون الحملة ضد الجيش بدق إسفين بين الجمهور الإسرائيلي وجيشه والوصفة المناسبة لجيش متردد مرتدع عن أي عملية برية مستقبلية دعا آخرون إلى وقف الحملة قبل أن تقضي على آخر ما تبقى من قواسم مشتركة للجمهور الإسرائيلي إلى أفغانستان حيث نفات المعارضة ما أعلنته حركة طالبان من سيطرة كاملة على وادي بنشير وأكدت المعارضة أن المعارك لا تزال مستمرة وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجهد قد أعلن أنه تم الاستلاء بالكامل على بلاية بنشير شمالية كابل وقد تم تأمين البلاد بالكامل هذا وقد عرضت طالبان مشاهدة قالت أنها لسيطرتها على المطار في وادي بنشير وسيلائها على مروحيات قتالية وكان قياديان معارضان باريزان لطالبان قد قتلا في معارك ولاية بنشير هما القائد العسكري الجنرال عبد الودود الذي كان سابقا مساعدا للقائد الأفغاني راحل أحمد شهما سعود والعضو في جبهة المعارضة والمتحدث باسمها فهي مدشته ضم إلينا من كابل الكاتب والصحافي دكتور بشير أحمد موحاد دكتور بشير صباح الخير وهلا بك معنا في هذه النشرة حركة طالبان تقول أنها سيطرت بالكامل على وادي بنشير وهذا ما تنفيه المعارضة وتؤكد أن المعارك لا تزال مستمرة هل فعلا المعارك لا تزال مستمرة هناك؟ تحياتي الطيبة لكم ولمشاهدين الميادين نعم أعلمت الحركة طالبان بأنها استولت على كل البنشير الوادي بنشير ولكن تم رفض هذا الخبر من قبل الأعضاء المخاومة الشعبية في داخل الوادي بنشير لأنها صرحوا بأن الوادي أو ولاية بنشير تتكون من 22 واديا ونحن حاليا في داخل هذه الوادي ولكن المقاطنين الحركة حاليا فقط موجودة في الشوارع يعني لم تسيطر حركة طالبان بشكل كامل على وادي بنشير هذا ما تتوت قوله نعم نعم حاليا ما استولت على كل الوادي بنشير لأنه تتكون من بنشير من 22 واديا ولكن حاليا فقط استولت عن حركة طالبان على كل المقاطعات والمدريات التي لا يجب في داخل وادي بنشير طيب إذا المعارضة تقول أن المعارك لا تزال مستمرة هناك لو يمكن أن تحدثنا أكثر عن إمكانيات أو قدرات المعارضة العسكرية في وادي بنشير مقارنة طبعا مع قدرات العسكرية لحركة طالبان نعم مع أن الحركة استولت على جميع المدريات في وادي بنشير ولكن الآن الأعضاء المقارنة الموجودة في داخل وادي بنشير ولكن أعضاء المقارنة الطعبية أيضا موجودة في داخل وادي شكرا جزيلا لك بشير أحمد محاد الكاتب والصحافي كنت معنا من كابل نقشت دول جوار أفغانستان تطورات الأوضاع هناك خلال اجتماع افتراضي ضم ممثلين لعدد من الدول منها الصين، إيران، تاجكستان، تركمانستان وأوزباكستان برئاسة الممثل الخاص لأفغانستان في باكستان للسفير محمد صادق وبحسب تغريدات لصادق تم تسليط الضوء على أهمية تطوير نهج إقليمي لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وأكد أن أفغانستان مزدهرة ومسالمة ستوفر قوة دفع للتكامل الاقتصادي والروابط القوية بين الشعوب والتجارة المعززة والترابط الإقليمي هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أفادت مراسلة الميادين في سوريا بموافقة اللجنة المركزية وممثيل العشائر في حي درع البلد على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية والجانب الروسي الاتفاق يقضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء درع البلد وتسليم الأسلحة إضافة إلى إجراء تسويات لأوضاع المسلحين المحليين وأخراج الرافضين للاتفاق ومن المفترض أن تبدأ الإجراءات اليوم في حال لم تعود المجموعات المسلحة وقيادتها لانقلاب على الاتفاق أكد الرئيس السوري بشر الأسد أن سوريا ستبقى داعمة للشعب اللبناني على مختلف الأصايدة مشددا على ضرورة تمتين العلاقات بين البلدين كي لا تتأثر بالظروف المحيطة موقف الأسد جاء خلال استقباله وفدا لبنانيا ضمى رجال دين ووجهاء من طائفة الموحدين الدروز حيث اعتبر أن أعضاء الوفد يمثلون وجه لبنان الحقيقي الذي يؤمن بأهمية العلاقة مع سوريا بدوره أكد الوفد اللبناني أن العلاقة مع دمشق هي علاقة وجودية وتاريخية والآن إلى العراق حيث تتابع الميادين عبر تغطية خاصة ونوافذ إخبارية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في 21 أكتوبر المقبل وتطورات المشهد العراقي استشهد مسؤول القوة العسكرية بجرف النصر في انفجار عبوة شمال بابل بحسب ما أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي من جهته قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري أن عصابات تنظيم داعش تدار بشكل مباشر من الاستخبارات السعودية والإماراتية أضاف العسكري أن الفشمرقة تسهل في كاركوك وأطراف نينوة حركة العصابات الإجرامية وعملها هيئة الحشد الشعبي قالت في بيان لها أن العملية الغادرة الجبانة لفلول داعش تؤكد ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لاقتلاع جذور الإرهاب في ناحية جرف النصر وأسفت لوجود مواصفته ببعض الأصوات النشاز التي تتعالى بين فترة وأخرى لغيات لا تريد الخير لهذه الناحية وكدة أنها ستواصل ضرب أوكار الإرهاب أينما وجدته رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاظمي وجه بتأليف لجنة تحقيق في الخروقات الأمنية في محافظة كاركوك القاظمي شدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات مؤكدا أن محافظة كاركوك تمتاز بتنوعها وهناك ما يسعى إلى خلق فتنة ولسيما أن العراقيين مقبلون على ما وصفه بالانتخابات المصرية إلى ذلك أنجزت مفوضية الانتخابات في العراق أغلب إجراءاتها الفنية والوجستية الخاصة بإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين أول أكتوبر للمقبل تقرير محمد الفاد إجراءات مفوضية الانتخابات في العراق وصلت إلى مراحل متقدمة بحسب بياناتها فهي أكملت توزيع أكثر من سبعة عشر مليون بطاقة انتخابية بيومترية وإكمال فحص الأجهزة الألكترونية وتعيين موظفين جدود وتوزيع أدوار المراقبين الدوليين فضلا عن الاستعدادات الفنية واللوجستية الأخرى سخرت المفوضية جميع طاقاتها ومواردها لإنجاحها وهي هنا توجه رسالة أطلعنا للشارع العراقي بأنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باعتماد معايير الشفافية في عملها القرار العراقي سياسيا وشعبيا بإجراء الانتخابات والحرص على نزاهتها يوحي بوجود توجه جدي لإصلاح النظام السياسي عبر تجربة القانون الانتخابي الجديد الذي يؤمل أن يحدث تغييرا نسبيا في المعادلة السياسية السائدة هناك اتفاق شعبي ومرجعي وحتى سياسي بالذهاب إلى الانتخابات والانتخابات هو الحل الأنسب لحل كل العقد السياسية التي تراكمت من 2003 ولحد الآن أمنيا تتحرك العمليات المشتركة بوتيرة متصاعدة لتطبيق الخطة الانتخابية التي ستأخذ مسارين الأول خارجي لمواجهة تهديدات داعش والآخر داخلي لحماية المراكز الانتخابية وتوفير البيئة الآمنة خلال فترة الانتخابات تحقيق التكامل بين مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والإرادة السياسية ثلاثة عوامل إن تحققت فإن الانتخابات المبكرة ستجرى في أجوائها المناسبة التي نص عليها الدستور والقانون الانتخابي وفق ما يرى مراقبون محمد الفهد بغداد الميادين انضم إلينا من بغداد مراسل ميادين صلاح الخزاعي صلاح صباح الخير إذن هل توفرت أي تفاصيل جديدة حول انفجار العبوى شمال بابل والذي أدى إلى استشهاد مسؤول قوى العسكرية بجرف النصر وهل هناك أي تطورات ميدانية جديدة صباح الخير أحمد في التطورات الميدانية صباح هذا اليوم انطلقت عملية أمنية واسعة في محافظة ديالة بقيادة قوات الحجد الشعبي قيادة عمليات ديالة مدعومة بقوات من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي لتنظيف المنطقة بين ديالة وبين محافظة صلاح الدين أيضا اشتركت فيها قوات من محافظة صلاح الدين من الشرطة الاتحادية ومن الجيش العراقي هذه العملية انطلقت من محورين باتجاه السيطرة على حوض محافظة ديالة صلاح الدين وشمالا باتجاه محافظة كاركوك التي شهدت فيها يوم أمس ناحية الرشاد خرقا أمنيا على أثره قال رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الأمن الوطني أن داعش إمكانيات ضعيفة ومحدودة ولكن سوء الإدارة أو التقصير هو من أدى إلى هذا الخرق وتاليا هذه العملية التي انطلقت فجر اليوم يعني مؤمل أن تنتهي قريبا ربما مع انقضاء ساعات النهار لمسك الأرض وملاحقة فلول داعش في هذه المنطقة فيما يتعلق بالعبوة الناسفة التي انفجرت على نائب قائد قيارة قوات الجزيرة في الحجد الشعبي تقول المعلومات أن العبوة يعني هذه واحدة من المرات القليلة جدا التي تنفجر فيها عبوة في هذا المكان وبالتالي أدت الارتقاء الشهيد العمليات الجزيرة في منطقة جرف النصر قامت بمسح المنطقة وإجراء عمليات تفتيش واسعة لملاحقة العناصر الذين يقومون بزرع مثل هذه العبوات في هذه المناطق شكرا لك على كل هذه التفاصيل صلاح الخزاعي مراسل ميادين في بغداد عملية هجومية واسعة أعلنت عن تنفيذها القوات المصلحة اليمنية في العنق السعودي العملية التي أطلق عليها اسمه عملية توازن الردع السابعة سادفت المرة الثانية منشأة أرام كوفي من أرأس تنورة بالدمام شرق السعودية إضافة إلى منشأتها في جدة وجزان ونجران تقرير أحمد عبد الرحمن نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية توازن الردع السابعة بعملية سابعة عززت القوات المسلحة اليمنية عمليات ردعها المتسلسلة عشر طائرات مسيرة من طراز صماد ثلاثة ومعها ستة صواريخ باليستية بدر وذو الفقار نفذت العملية وغطت نيرانها الجغرافية السعودية من جنوبها في نجران وجيزان إلى شرقها في ميناء رأس تنورة بالدمام فغربها في جدة على سواحل البحر الأحمر هي رسالة بأننا قادرون على الاستمرار للدفاع عن شعبنا حتى يرضخ هذا العدو للسلام رسائل يمنية نارية جديدة على أكثر من اتجاه لتحالف الحرب تأتي بعد أشهر من توقف رسائل ضاغطة كهذه إلى العمق السعودي فيما تصر السعودية على تقديم نفسها كراغبة في السلام مع سعيها لفرض رؤيتها للحل بما يحفظ وصايتها على البلد الثائري أصلا على هذه الوصاية اليوم تم هذه العملية بعد أن تعثرها هذا المسار السياسي وفي العمق الاستراتيجي الداخلي يكشف مدى ضعف وهوان هذه القدرات للمملكة السعودية واختراغ أجواءها على مسافتهم بعيدة وهي كانت من أهم الرسائل العملية وإن جاءت كما لو أنها نسخة لعملية توازن الردع السادسة قبل ستة أشهر وإن بعدد أقل من الباليستيات والمسيرات برغم توسيع رقعة الاستهداف ليصل إلى مدينة جدة هذه المرة هي تكرس معادلة توازن الردع والرعب الاستراتيجي وتثبت تعظم القدرات اليمنية الرادعة في العام السابع من العدوان والحصار المستمرين باستهداف أكبر موانئ شحن النفط في العالم للمرة الثانية خلال نصف عام تضع هذه العملية اليمنية الواسعة السعودية وحلفائها أمام خيارات صعبة ومعقدة كاشفة بوضوح فشل حربها وحصارها مؤكدة حق اليمنيين في الرد وتنفيذ المزيد من العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار كليا عن وطنهم أحمد عبد الرحمن صنع الميادين قال عضو مكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن اليمن يستمد شرعية قصفه ميناء رأس النورة وشركة أرامكو في السعودية من مبدأ حق الدفاع عن نفس وفي تغريدة على تويتر أكد البخيتي أن قوات الحركة ستستمر في القصف حتى وقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن مضيفا أن على دول العدوان القبولة بمبدأ السلام الذي يضمن كرامة وسلامة جميع دول المنطقة ويحترم سيادة واستقلال اليمن أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عدم معرضة المفاوضات المفيدة شرط إلغاء العقوبات المفروضة على إيران رئيسي أكد دعم بلاده تأليف حكومة لبنانية قوية قادر على توفير حقوق الشعب اللبناني واستعدد حكومته للتعاون مع فرنسا في هذا المسار من جهته أكد ماكرون ضرورة تعاون فرنسا وإيران إلى جانب حزب الله في لبنان لتأليف حكومة قوية وفاعلة وفيما خصى العلاقات الثنائية دعا ماكرون إلى إعادة النظر في العلاقة بين البلدين وتعزيزها على الصعود كافة دخل المعارض البحريني عبدالجليل السنكيس أسبوعه التاسع من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة ومصادرة كتبه وفيما تماطل السلطات البحرينية في الإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي وحجته إلى رقابة صحية مستمرة تتوالى المطالبات الدولية والحقوقية بإطلاق صراحه من دون قيد أو شرط في اتصال مع الميادين قالت رئيسة مرصد سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ابتسام الصيغ إن السلطات البحرينية تتجاهل المطالب الحقوقية والدولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصيغ أكدت أن المعتقل عبدالجليل السنكيس يتعرض لسوء المعاملة من قبل سلطات المنامة لم تستجب السلطات البحرينية المطالب البسيطة التي هي مقفولة بالرغم من الكم الهائل من التوصيات وأيضا النداءات العالمية من منظمات حقوق الإنسان ومن أكاديميين دوليين طالبوا البحرين بالإفراج عنه كما أنه يتعرض إلى سوء المعاملة وسوء المعاملة ليس هو من يتعرض لها فقط كما يتعرض لها العديد من السجناء وبالخصوص مبنى أثمو المعارضة سوء المعاملة مستمثة بالرغم من الكم الهائل من التوصيات وأيضا مقررات الـ UPR تقرير الشامل الذي فضر بخصوص البحرين من عدد من الدول أيضا من الاتحاد الأوروبي الفرامان الاتحاد الأوروبي أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا فرض حظر تجول في إنحاء البلاد المجلس أكد أن الرئيس ألفا كوندي لم يتعرض للأذى وأن سلامته مضمونة وسمح له بالاتصال بأطبائه وقال المجلس العسكري أنه استبدل حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون دعيا الوزراء ورؤساء المستساة المنتهية ولايتهم إلى اجتماع اليوم في البرلمان مستلقيا على كنابة ومحاطا بالجنود ظهر الرئيس الغني ألفا كوندي بمقطع فيديو يظهر اعتقاله رافضا الإجابة عن سؤال إن كان قد تعرض لسوء معاملة قائد القوات الخاصة العقيد مامادي دومبويا أعلن تنحية الرئيس البالغي من العمر 83 عاما إضافة إلى حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد قررنا حل المؤسسات والحكومة وإقفال الحدور البرية والجوية ونتوجه إلى من يهمه الأمر إلى إكمال عملهم بشكل طبيعي إذن هو انقلاب ينفذه عسكريون دومبويا وهو العنصر السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي دعا العسكريين إلى البقاء في ثقوناتهم محملا الحكومة مسؤولية ترد الأوضاع في البلاد وعدم احترام المبادئ الديمقراطية وتسييس المسائل الإدارية بالإضافة إلى الفساد وزارة الدفاع الغينية كانت قد أعلن تصدي الحرس الرئاسي لهجوم شنته قوات وصفتها بالمتمردة على القصر الرئاسي مؤكدة استعادة قوات الأمن للنظام فيما أدنت الأمم المتحدة بشدة أي استلاء على السلطة في غينيا بقوة سلاح دعية إلى الإفراج الفوري عن الرئيس كوندي ساعات الانقلاب الأولى شهدت إطلاقا كثيفا للنار في أنحاء متفرقة من العاصمة كوناري وضوحيها فيما جرى إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم الذي يضم معظم الوزرات والقصر الرئاسي أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد ضحايا أعصار أيدا في شمال شرق الولايات المتحدة إلى خمسين قتيلا إضافة إلى عشرات المفقودين حكيمة ولاية نيويورك أعلنت حالة الطوراء في الولاية بعدما غرقت السيارات وخطوط الأنفاق وتم ألغاء رحلات الطيران فيما صرح البيت الأبيض عن زيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لولاياتين نيويورك ونيوجيرسي من أجل تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار قبل الختام هذا تذكير لأبرز العنوين في إنجاز جديد ستة أسرى فلسطينيين ينجحون في التحرر من سجن جلبوع ومصادر إسرائيلية تقر هذا الحدث يعكس سلسلة أخفاقات خطرة ترحيم فلسطيني واسع بتحرر الأسرى والجهاد الإسلامي تقول للميادين هو عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية طالبان تعلن الاستناء على وادي بنشير وتعرض مشاهدة لسيطرتها على المطار والمعارضة تنفي السيطرة الكاملة وتؤكد أن المعارك مستمرة كتائب حزب الله العراق تتهم المخابرات السعودية والإماراتية بإدارة عناصر داعش والبشمرقة بتسهيل حركة الإرهابيين في كاركوك ونينوة إجراءات تطبيق اتفاق درع البلد القاضي بخروج المسلحين ودخول الجيش السوري إلى المنطقة تبدأ اليوم المزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الانترنت الميادين ضغطات للغات العربية والانجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة